على الحديد أيضاً ما فيه طب لو أشغل صوت الحديد رح يعطيني هذا الصوت على الحديد طيب حض ذهب طيب نشيل صوت الحديد نهائياً هذا الذهب ما خسرت عمق هذه تقريباً نصف متر قاعد يجيها الحديد أنا لغيته بشكل كامل ما فيه أي إشارة بيعطيني مؤشرات رقمية لكن مكتوب السلام عليكم ويعطيكم العافية أخوان الكرام معكم محمد من شركة Golden Detector الوكيلة الحصري في الشرق الأوسط لأجهزة الكشف عن الذهب والمعادن والأنظمة الأمنية وأيضاً أجهزة الكشف عن المياه الجوفية اليوم رجعت لكم بفيديو جديد رح نستكمل فيه سلسلة غاريت أنا كنت بدأت بسلسلة غاريت بسلسلة الأيس شرحنا عن جهاز الغاريت أيس 200 شرحنا عن جهاز الغاريت أيس 400 والآن رح نبدأ بسلسلة من نفس المصنع من غاريت لكن هنبدأ بسلسلة الأي تي الأي تي طبعاً فيها ثلاث أجهزة فيه الأي تي جولد الأي تي برو وأعلى صنف اللي هو القاريت أي تي ماكس اللي هو هذا الجهاز اللي رح نشرح عنه اليوم طبعاً الجزء الأول من الفيديو كالعادة حيكون مصفات تقنية للجهاز والفيديو الثاني رح بورجيكم تجارب على الجهاز كيف ممكن أعزل وأميز كل هذه الأمور لكن معلومات أنا بحب أعطيها دايماً قبل ما نبدأ بالفيديو طبعاً الجهاز من مصنع غاريت عليه كفالة لمدة سنتين مصنع غاريت الأمريكي بيجي بطبق واحد اللي هو طبق اسمه الدبل دي تمام؟ معروف طبعاً ما في داعي شرح شو يعني الدبل دي اللي حاسيته جداً عالية هذه الكسورات الجهاز بشكل سريع الجهاز بيشتغل ببطاريات عادية من نوع دبل اي ممكن أورجيكم إياها هذه البطاريات ديورازل انجينايزر تخلي أي بطارية بيشتغل بطارية حادة أربعة ممكن أنك تشحن البطاريات هذه مرة ثانية وممكن أنك تستبدلها بالكامل شي بيرجع لك الجهاز بيشتغل داخل الماء طبعاً بيشتغل داخل الماء لغاية تيدي يعني القرص والعصر السيك هذا كله يدخل داخل المياه عفواً حساسية الجهاز عالية لمين محمد ننصح بهذا الجهاز من أشخاص كنوز دفائن ما في داعي يتكلم كثير بروفيشنال من الدبل دي طبعاً ومن شكل الطبق للذهب الخام رح يشتغل بشكل كثير ممتاز طيب أشتغل فيه كنوز دفائن ولذهب خام سيم سيم ففتي ففتي يعني رح يشتغل معك بالكنوز الدفائن مثل ما رح يشتغل معك بالذهب الخام ورح يعطيك على الهدفين أداء كثير بروفيشنال واحترافي الجهاز بقدر أعزل منه معادن بشكل كامل وفلتره فقط أثبته على الذهب ممكن ألغي معادن قابلة للصدق وحافظ على حساسية الجهاز ممكن فيه نظام البين بوينتر ممكن يحدد لي مركز الصفر للقطعة أو للهدف وين هو بالضبط الجهاز كثير ممتاز وكثير حلو وزنه خفيف طبعاً هذه الوحدة الرئيسية للجهاز وزنه كثير خفيف للجهاز وفي النهاية نتكلم عن مصنع قريط نحن عارفين قوة هذا المصنع طبعاً إكسسورات وحتى ما أطول عليكم في البداية هذا كرتون الجهاز هذه الحقيبة هذا الكاب تمام عندي هون هذا بيجي كتيب عدد اثنين هذا الأول تمام للأهداف اللي حصلها الجهاز وعن التيم في قرية وكل هذه الأمور والأهداف والتاريخ اللي ترجع لها الأهداف والعملات وكل هذه الأمور هذا الكتيب الأول الكتيب الثاني اللي هو كتالوجي الجهاز كتالوجي الجهاز يجع لنا بيشرح لك بشكل كامل من A to Z كيف أن تتركب الجهاز كيف تتعامل مع الجهاز كيف تبرمج الجهاز طبعاً في اللغة الإنجليزية أكيد تمام بشكل كامل هذا الكتالوجي يعني أي سؤال ممكن يخطر في بالك رح تحصله في الكتالوجي طبعاً غير قسم الدعم الفني الموجود عندنا يعني أي استشارة تحتاجها إن شاء الله شواء ما يقصر معك بطاقة الضمان للجهاز لمدة سنتين من المصنع عفواً سماعات الجهاز سماعات ويرلس هذه السماعات يجي طبعاً إذا تحب تخلي الصوت داخلي للجهاز ما أحد يسمعه ممكن تشتغل عن طريق السماعات وهذا كفر كفر بلاستيك حامي للقرص عشان القرص ما يتجرح معي أثناء عملية البحث لما يلامس التربة تمام؟ بيتركب على هذا يعني بتركب هنا بالضبط هذا القرص هذه كتصوارات الجهاز بشكل كامل إن شاء الله الآن رح بشغل الجهاز وبورجيكم طريقة العمل على الجهاز خليكم معي السلام عليكم أخواني يعطيكم الفعافي الآن انتقرنا لبرمج الجهاز حتى نشوف الحساسية العالية للجهاز وشو الجهاز الأهداف اللي بيمسكه وكيف هممكن نعزل أبرمج كل هاي الأمور طبعا زي ما نشوف أزرار الجهاز جدا كبيرة تمام؟ فمستحيل أقدر أشرح كل شيء في البرمجة تمام؟ لكن رح بيعطيكم الأشياء الأساسية إن شاء الله بالنسبة للجهاز هذه الأزرار اللي تيجي في الجهاز أول شي عندي زر هذا زر الأول هذا اللي من هنا هذا زر التشغيل وزر اختيار المود الجهاز يجي فيه أربع أوضاع عندي الأول ميتر الكوستوم الكوينز وضع الزيرو تمام؟ كل وضع ليهم له خاصية معينة مو موجودة بالوضع اللي قبله الحين نشرحها إن شاء الله بالنسبة للمعادن عندي فيروس نعم فيروس هذه الفيروس اللي هي المعادن اللي غير ثمينة معطيني إياها من تردد عشرة لغير الثلاثين تمام؟ ومن الثلاثين للتسعين تمام؟ هذه معادن ثمينة حاط لك إكزامبل سيلفر جولد برونز هذا المعادن الفيروس أمثلة عليها المعادن والمعادن الغير ثمينة أمثلة عليها اللي هي الايرون الحديد تمام؟ طبعاً تقدر تعزل وبتقدر تعرف المعدن الموجود قبل ما تحفر أصلاً هذا زر التشغيل مثلاً عندي زر الايرون ديسك تمام؟ زر الغاي الحديد والمعايرة عندي زر السنسيفتي اللي هو زر الحساسية ممكن أنا أرفع أزيد الحساسية أو أنا قصى عندي زر الـ valid أو صوت الطنين المستمر إحنا منسميه تمام وعندي هون الله مصطع الله لزدي محمد صوت الحديد اللي هو الايرون اوديو ممكن أنا أطفي صوت الحديد أو أميز الحديد بالصوت مثلاً أو أشيل صوت الحديد بالمرة من الجهاز وعندي هون زر اللي هو您езر الخاص بالفريكنسي الخاص بالجهاز اللي هو الموجة للجهاز يعني لو كان عندي جهازين أخلي كل جهاز يشتغل على موجة مختلفة وعندي زر الشفت بنتقل مثلاً إلى صوت الجهاز إضاءة الجهاز كل هذه الأوضاع عشان ما أطول عليكم خلينا نشغل الجهاز إحنا ونشوف الأوضاع الموجودة فيه ضغطت على زر تشغيل أنا موجود على الوضع الأول وضع الأول ميتل طبعا هذه حساسية الجهاز لكن زي ما تشوفون أخواني ما أقدر رفحها فل لأنه عندي هون معادن وكثير أشياء موجودة تمام هذا الجهاز الآن الجهاز جاهز هو للبحث أنا أقدر أشتغل عليه مباشرة مثلا إسواره من الذهب رح يعطيني هذا الترجد عليها طيب عملة عملة معدنية تمام قطعة من الحديث طيب قطعة من الذهب الخام بحجم جدا صغير إن شاء الله تكون واضحة زي ما لاحظنا إخواني أعطاني تردد مختلف لكل معدن موجود عندي تمام طبعا أنا عامل حساسية على الربع ورح بقللها بزيادة أيضا لأنه أنا مو قادر أرفحها عشان التيار الكهربائي الموجود عندي تمام طيب بالنسبة للأزرار الموجودة لو بدي أنا ألغي مثلا بدي أبدأ بالعزل بدي ألغي صوت الحديد مثلا هذا الحديد في عندي زر مثلا اسمه Iron Audio لو ضغطت عليه أنا ما اختلف شيء صح ولا لا هذا Iron Audio تمام فباجي على Iron Disc هذا الرقم اللي في الأعلى هذا الرقم قاعد يختلف الآن معي مثلا لغاية 35 أعملها تمام أجرب اختلف عندي صار يعطيني صوت مختلف للحديد طب نجرب الذهب إذن أنا ميزت الذهب عن الحديد في الصوت في هذه الحالة طيب أشيل الصوت بالمرة رح يرجع كذا طيب أنا ما بدي الحديد بالمرة فشو بعمل بنزل على وضع الكوستوم مثلا تمام أرفع Iron Disc لغاية 35 تمام هذا 35 هذا طبعا على ربع الحساسية ما رح يعطيني أي شيء إذا تلاحظوا أخواني قاعد يعطيني مؤشرات رقمية لكن ما قاعد يعطيني الصوت للحديد لأنه أنا عزلت الحديد بالكامل لو أحط الذهب رح يرجع يعطيني صوت على الذهب طيب شو الأوضاع اللي أخرى الموجودة عندي أنا ممكن أتحكم فيها بالجهاز مثلا عندي الكوستوم ممكن أنزل على وضع الكوستوم اللي هو وضع مختص تمام على الحديد أيضا ما فيه طب لو أشغل صوت الحديد رح يعطيني هذا الصوت على الحديد طيب أحط ذهب طيب نشيل صوت الحديد نهائيا هذا الذهب ما خسرت عمق هذه تقريبا نصف متر قاعد يجيها الحديد أنا لغيته بشكل كامل ما فيه أي إشارة بيعطيني مؤشرات رقمية لكن مكتوم صوت الحديد تمام هذا بالنسبة أوضاع بالنسبة لوضع الزيرو الأخير تمام هذا وضع الزيرو هذا بفلتر زيادة يعني يشيل لك المعادن كلها اللي بتصدي بالأرض معادن غير ثميني هذا هو كل المعادن اللي بفات الحديد رح يعطيك عليها صوت تمام فإنت إما تشتغل كوستوم أو تشتغل على وضع الكوينز تمام طيب نرجع لوضع عفوا نرجع لوضع الأول ميتل الموجود عندي أنا ممكن هل من الممكن أثبت الجهاز فقط على الذهب نعم لكن في هذا الجهاز هذا دبل دي حساسيته جدا عالية تمام فأنا إذا فلترت منه يعني تذكر جهاز الامباكت كنا نثبته فقط على الذهب وما يخسر حساسية في القيريت أنا بقدر أثبته فقط على الذهب لكن رح تقل شوي حساسية الجهاز فأنا ممكن على سبيل المثال أروح على وضع كوستوم تمام وأروح طبعا للثرش هولد أخواني هذا هي اللي صوت الطاني المستمر هذا تخليها إما تخليها 0 أو تخليها ناقص 3 حسب التربة الموجودة عندك تمام طبعا في ميزة لسه ما شرحت تذكروني بس إن شاء الله آخر الفيديو أنا بشرح لكم إياها في عندي اللهم صلى الله عليه سيد محمد وضع الكوستوم تمام أنا بقدر أروح فيها على عفوا هذا المؤشر الفوق أنا بقدر ألغي أي معدن ما بدي إياه أنا حصرت الجهاز على هذه المعادن تمام فنجعل الحديد عفوا بس هذا الحديد ما في هذه العملة ما في شوف إشارتها قاعد يعطيني من الثمانين ما في على العملة ذهب ذهب خام أنا بهذه الحالة حصرته لكن رح يتخل مثلا للأهداف اللي مثلي لكن أنا ثبتت الآن عذاب بيخسر تقريبا تقريبا يعني إذا كان الجهاز أنا أشرح لكم أحب بسطل لكم يا أخواني 10% تقريبا يعني إذا كان الجهاز بيجيب عمق متر في هذه الحالة رح يجيب لي 90 سانتي تمام انت فلترت أنا الآن ما أعطني الجهاز أمر أنه مسيك لي تردد من 60 لغاية الثمانين تمام حصرت وفيه كثير لسه برمج للجهاز طبعا ما رح أقدر تناولها كاملة بالفيديو لكن بشكل سريع بشرح لكم أيضا على وضع البينبوينتر هذا وضع البينبوينتر هذا يحدد لي مركز الصفر يعني أضغط عليها تمام إن شاء الله في التدريب نتناولها بشكل كامل طبعا آخر شي بدي أشرحه هو لازم أول شي تبدأ فيه بس راح عن بالي لما تيجي تشتغل أنت على الجهاز في عندك هذا الزر مكتوب عليه Ground Balance أو Ground Bal اللي هي المعايرة مع التربة هذا أضغط عليه ضغطة مستمرة هذا آخر زر أضغط عليه ضغطة مستمرة وشيل الطبق وأرفع ونزلو مع التربة بهذه الطريقة حتى يأخذ حساسية الأرض الموجودة عندي يلغي أكسيد الحديد ويلغي كل شي موجود عندي تمام بهذا الحالي بيكون الجهاز عندك جاهز للبحث كان هذا أخوان يشرح كامل لجهاز Garret 80 Max لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل الفيديوهات بشكل كامل كان معكم أخوكم محمد من Golden Detector والسلام عليكم